أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباء فهم غافلون لقد حق القول على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصيرون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشير رحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تكذرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقسى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينطيزون إني إذنني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نطيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزباد كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصنخ منه النهار فإذا هم مزلمون والشمس تجري لمستقرق لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبطي لها أن تذرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأ نغلقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع على حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وستقى المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزغاجهم في ظلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجربون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عذف مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يقصبون ولو نشاء لطمسنا على أعليم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أبلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأطلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرزون وما يعلنون أبلم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ودرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخذر نارا فإذا أنتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات والأرض بقادير على أن يخلق مثلهم بلى بهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك وتقل لشيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها بفضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيم البزن بالقصط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والويحان فبأي أيناء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صنصاد كالفقار وخلق الجان من مارج من نار فبأي أيناء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي أيناء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي أيناء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي أيناء ربكما تكذبان وله الجبال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي أيناء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي أيناء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعن فبأي أيناء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقالان فبأي أيناء ربكما تكذبان يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ إِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْتَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ فَانْفُذُوهُ لا تنفذون إلا بسلطان فبأي أيناء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَازٌ مِّنْ نَارِ وَنُحَازُمْ فَلَا تَنْتَصِرَانَ فبأي أيناء ربكما تكذبان فإذا شطت السماء فكانت مردة كالدهان فبأي أيناء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي أيناء ربكما تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ مِنَّ فَعُشِيُّ وَالْأَقْدَامِ فبأي أيناء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي أيناء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبيأي أيناء ربكما تكذبان ذباتا أفنان فبيأي أيناء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبيأي أيناء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبيأي أيناء ربكما تكذبان 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 كأنهما اليقوت والمرجان فبيأي أيناء ربكما تكذبان هل جزاء الأحسان إلا الأحسان فبيك يا لائ ربكما تكذبان ومن هدونهما جنتان فبيك يا لائ ربكما تكذبان مدهامتان فبيك يا لائ ربكما تكذبان فيهما عينا لنضغتان فبيك يا لائ ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونقل ورمان فبيك يا لائ ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبيك يا لائ ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبيك يا لائ ربكما تكذبان فبيك يا لائ ربكما تكذبان متكئين على رفرف خذر وعبقرك حسان فبيك يا لائ ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافدت الوافعة إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بسا فقالت هباء منبثا وكنتم أسباجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة هو السابقون السابقون أولئك المطربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مودونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكباب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغبا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخذود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فادعلناهن أبكارا عربا لأطراب فادعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين فلة من الأولين وفلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميب وظل من يحموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعذابا أئنا لمبعوثون أبآباؤنا الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البتون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من مشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حتابا فذلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الموزنون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الموشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنذرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوا لها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حبيب وتصنية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم